مرحلة هي الأشد تعقيداً يعيشها الصحفيون حريات أعلامية منعدمة ومعلومات ليصعب الوصول إليها وبضع صحفي لا تتوقف المنظمات الحقوقية عن وصفه بالخطير تحت مظلة ثقافة القمع والاستهداف يقبع من أرادوا نقل الأحداث اعتقالات شبه يومية يتعرض لها الصحفيون واستهداف مباشر لتحركاتهم وعدم تمييز بينهم وبين المحاربين فمنهم من يقضي ضحية عمله المهني ومنهم من تمكن من الهروب خارج البلاد ومنهم من يعيش باقي أيامه في المعتقلات في ظل أوضاع الحرب المتقلبة وصعوبة الوصول إلى أقرب مسافة من الحقيقة كثرت المصادر المتحيزة وغدى الجمهور تائها في نفق مليء بالمعلومات المزيفة فيما ظلت الصحافة الموضوعية قابعة في السجون دون تهم وهناك العديد من السحفيين المختطفين في اليمن لا يعلم أحد عن مصيرهم شيئا إما لدى ميليشيا الحوثي أو في سجون مناطق الجنوب المحررة ومنهم في قبضة تنظيمات إرهابكة نقابة الصحفيين اليمنيين خلال النصف الأول من العام الجاري رصدت مئة حالة انتهاك طالت الحرية الصحفية والإعلامية توزعت بين استهداف صحفيين من قتل واعتقال وتعذيب وتهديد ومصادرة ممتلكات ومحاكمة صحفيين وترويعهم واستهداف مؤسسات إعلامية الإحصائية أظهرت استمرار الحرب الممنهجة على وسائل الإعلام وأحرية الصحافة من قبل كافة الأطراف التي تعتمد الزج بالصحافة وصحفيين في الصراعات ومساعي تغييب الحقيقة بين حين وآخر ينظم ناشطون وصحفيون وقفات احتجاجية وتظاهرات إلكترونية للمطالبة بإطلاق صراح الصحفيين غير أن ذلك لا يغير من الواقع شيئا يظل صحفيون في السجون وتظل المطالبات مستمرة ويظل وضع الصحافة من سيء إلى أسوأ